اليوم في الدولي المصري الممتاز الجولة الرابعة كان فيه عدد من المباراة اول المباراة كانت مباراة غزل المحلة والداخلية وغزل المحلة قدرت ترجع تاني لسكة الانتصارات وتفوز على الداخلية اتنين واحد سموحها والمقارول العرب تعدلها سلبان بدون اهداف وطلاع الجيش فاز على المصري تلاتة واحد ومعاناة المصري مستمرة مع كل الصفقات الجديدة المميزة اما الزمالك زي ما قلت حاكم في المقدمة ففاز على بيراميدز بهدف دون رد هدف لمصطفى شلبي في الدقيقة الرابعة من المباراة مباراة الزمالك وبراميدز تحديدا هي مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة بقى المباريات من الجولة الرابعة مصطفى شلبي سجل الهدف النهاردة في دقيقة اربعة ويجوزبالدو فريرا رجع النهاردة الفكرة تلاتة اربعة تلاتة وحط كل واحد في مجانه لعب يوسف حسن مهاجم مصطفى شربي على الشمال يزيزو على اليمين الأمور زبطت شوية هجمال في بداية المباراة أو العشرين دقيقة من المباراة الهدف أمام حضراتكم وهدف مصطفى شربي بخلاف الهدف بالنسبة لنادي الزمالك فالزمالك كان حاضر غائب في هذه المواجرة أنا بقولي الكلام ده ليه النهاردة النهاردة مبدأين كده الزمالك حصد ثلاث نقاط مهمة جدا في مشواره في الدولة ما تكسب برامز دوت ثلاث نقاط وقفل بعدهم أي حديث تاني عن اللي حصل في الأداء بس أنا هقولك اللي حصل في الأداء النهاردة عشان ما تجيش تقولي في وقت الزمالك لقدة والله يعني بالنسبة لك يا جمهور الزمالك أنه يتعصر تيجي تقولي آه ما أنت يعني عشان مش عارف فولته وإنت عشان عادت تقولي أن الزمالك مش كويس أنا هقولك الزمالك دلوقتي ما كانش كويس عشان لما يخسر أو يتعادل في أي موقف دول لسه طويل نقولي الأسباب النهاردة الزمالك ما كانش كويس هجوميا بعد الهدف وما كانش كويس دفاعيا رغم أنه تراجع دفاعيا قدام برامز الفرير الخطيئ اللي عنده عناصر مهمة جدا الزمالك دفاعيا ما كانش جايد وهقولك الدليل حاجتين أول حاجة أنه كان فيه فرص خطيرة جدا من برامز على الزمالك أدي واحد ده دليل أن الدفاع ما كانش كويس يعني أنت رجعت للدفاع بس ما دفعتش كويس يعني عشان تدفع كويس أنك تمنع الفرص الأصلا أنها تتعمل تاني حاجة تدلل أنه دفاعي النهاردة الزمالك أو الزمالك ما كانش كويس دفاعيا أنه محمد عواد هو رجل المباراة أنه هو أكتر لاعب تصديات في المباراة تصدل ستة تصديات خطيرة جدا وأهداف شبه محققة للبرامز طيب هل برامز كان أصلا النهاردة هجوميا رائع؟ لا هتقول لي أن ما هو ضيع فرص هقول لك فرص يا إما من كرات ثابتة يا كرات عرضية منهم اتنين وراء بعد كده لعلي جبر والاتنين بتوع علي جبر دول حلوين قوي رأسيتين من علي جبر وبصراحة مستغرب جدا من دفاع الزمالك يعني ممكن تفوت علي أول واحدة يعني كده كان علي جبر متقدم يعني لازم يفير قبع عليه كويسة جدا علي جبر أول واحدة بيعملها براحته جدا تاني واحدة اللي حصل بعدها بتلاتين ثانية لوحده جدا إزاي يعني؟ يعني حتى التممكن تفطن لفكرة أنه الراجل موجود في المنطقة فاخد بالي منه كمدافع للزمالك يعني ده ما حصلش هجوم برامز كان ناقصه النجاعة كان ناقصه الكسافة كان ناقصه أنه يستثمر الفرص اللي بتجيله وليلة بس كان ممكن يستثمرها ويعدل النتيجة برامز حالته مش جيدة في غياب عبدالله سعيد وده شكله واضح جدا في الربط بين خط الوسط والهجوم واضح جدا والزمالك دفاعه طبعا متأسل بغياب الوينش طبعا بس أنا شايف إنه والزمالك تشكيلة شبه متكاملة دلوقتي ما عندهاش نقصان كتير في كل المراكز وبالتالي في حاجة تكتكاية وفنية وخططية عن شوزوالدو في الريد أكيد محتاجي يعدل اخد بالك شوزوالدو في الريد من ساعة ما بدأ الموسم بيلعب بكتر من طريقة 3-5-2-4-3-3-3-4-3 بيحاول يوصل لطريقة يكمل بيها الموسم مع التشكيلة الموجودة حاليا لسه ما ثبتش وعشان لسه ما ثبتش لسه أداء الزمالك فيه اهتزاز ما مش عايزة أقول إنه منطقة عشان ربما تخسر النقاط تخليك لآخر الموسم بيديع منك الدوري بس لسه الوقت معاك انت تتكلم فيه مباراة قليلة لسه في الدوري حان لسه في بداية الدوري لو قدر يسبت طريقة لو قدر يسبت مهاجم خد بالك هو الحال لوقتي برضو مش ميثبت مهاجم صريح غير بسه في الدين الجزاء عشان كان منتخب التونس في كاس العالم رجع مدى منه شوية أو يعني لسه ما دخلش في التدريبات بس ما كانش موجود في التشكيلة النهاردة الأساسية والاحتياطية سامسون أكينولا لسه برضو ما دخلش في التشكيلة الأساسية عندك مهاجمين بس لسه ما فيش استثمار ليهم لا أسباب ربما بدنية ربما بسبب الإصابات ربما انضباطية بغض النظر بس الزمالك محتاج مهاجم هو ده الورقة اللي نقصف الزمالك من وجهة نظر وأعتقد أن الزمالك هيخش موسم الانتقالات الشطوية وهو هيبحث عن مهاجم لسه لسه الزمالك محتاج مهاجم كمان حتى لو لعب سامسونو حتى لو لعب سيف الديني الجزيرة هيبقى محتاج مهاجم كمان بيراميدز مع تكيس هو خمسين في المائة من مبارياته ولها في ست مباريات خمسين في المائة من مباريته مكسبش فيه تعادل في اتنين خسر في واحدة وفاز في تلاتة دي مش نتايق فريق في بداية الموسم داخل ينافس بيراميدز السنة اللي فاتت كان بينافس آخر كم أسبوع بس بيعد عن المنافسة والزمالك هو اللي هرب من بيراميدز والأهلي وقدر ياخد الدوري في الآخر بس بيراميدز السنة دي مع التشكيلة دي مش المفروض يخسر النقاط دي في بداية الدوري لو عايز ينافس وهقول رأي ورزق على الله تكيس تكيس جونيوس الموديل الفني لبيراميدز حسوا مش مدرب بطولة يعني هو مدرب جيد عشان برضو ما نقولش ان هو مدرب سيء هو مش مدرب سيء مدرب عنده فكر وعنده طريقة ما بيحاول يتبقه حاول يشتغل شغل معين بس مش المدرب اللي عنده النجاعة بتاعة البطولة من ناحية تانية لعبة بيراميدز النهاردة تحسيها كده اللي هو ايه مخصر مخصر انا سمعت الجملة دي من الكابتن حازم امام النهاردة كنت بسمعه وبيحلل المباراة سطورة نادي الزمالك واسم كبير في نادي الزمالك يعني قالك انه انا كلاعب لانا حازم امام يعني لما كنت بروح قبل مطش للزمالك بيقابلني واحد في القتيل يقولي لازم نكسب بيقابلني واحد في الشارع يقولي لازم نكسب وانا داخل الاستاذ بيقابلني حد يقولي لازم نكسب ده غير الجماهير اللي في المدرجات كل دول بيحطوا علي ضغوط ويدوني حماس إن أنا هنزل أكل نجيلة عشان ألعب وأكسب